اشتركوا في القناة يتعلق بكتاب الله وثانيا لأنه يمنحنا خاصية رائعة في تعاملنا مع هذا الكتاب العزيز على قلوبنا جميعا إذن تطبيق القرآن ابحث القرآن ابحث تطبيق وإن كانت هذه خاصية البحث من أبرز خصائصه إلا أنه كما سنكتشف سويا يجتمل على خصائص أخرى دون إطالة أدخل إلى طبيق القرآن ابحث الذي سوف تجدون رابطه أسفل هذا الفيديو بين القوسين قامت أبل بحث فيه من الأب ستور ولكن الحمد لله تمت إعادته من جديد إذن لنبدأ بخاصية البحث الرائع في خاصية البحث أنك مثلا تستطيع أن تبحث عن أي كلمة في القرآن الكريم لنقول مثلا كلمات محمد صلى الله عليه وسلم لاحظوا معي إذن المرات التي ذكرت فيها هذه الكلمة أو هذا الاسم لاحظوا إذن الآية والرقم ديالها الأحزاب ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وختم النبيين وكان الله بكل شيء لمن رحم الآية 40 محمد والذين آمنوا وعملوا صالحة وأمانوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئتهم وأصلح بلهم رحم الآية 2 الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفر الرحمة بينهم فراهم ركع سجدا يفضل فضلا من الله وردوا أنا سيمهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التورة ومثلهم في الإنجلي أسرع أخرج شقه فأزره فاستغرب فاستوان على سوقه يعجب زرع على يغيبهم الكفار وعاد له الذين أمنوا وعملوا صالحة منهم مخفرة وأجرى عظيما رحم الآية 29 إذن تأدبا مع كتاب الله لم أريد أن أقطع أي آية من هذه الآية إذن هذه خاصية رائعة للتوثيق بمختلف حاجياتنا إلى هذا التوثيق إذن هنا لدينا في الأعلى زر ري كين زر فهرصت الآيات هذه من إحدى خاصيات التطبيق يعطيك أهم الآيات التي تتناول أهم المواضع طبعا لا يمكن حصر كل مواضع التي تعرضت إليها الآيات القرآنية كما لا يمكن حصر الآيات القرآنية بهذا الشكل في التطبيق واحد ولكن لاحظوا معيها التصنيف هذه خاصية رائعة إذن انتقلنا في الأسفل إلى تبويب آخر مجاور لتبويب البحر الذي هو التحفيظ التحفيظ هنا يطرح عليك مجموعة من تقنيات للحفظ الحفظ بالقراءة والحفظ بالتلاوة والحفظ بالتكرار أو التكرار الحفظ بالترتيب والحفظ بالتصفح هذه التقنيات لن أدخل في التفاصيل لضيق الوقت سأعود لاحقا إلى بعض الإعدادات التي تتحكم في التطبيق بصفة عامة هنا عندنا تلاوة لاحظوا معي تلاوة من الطبيعي أن تظهر جميع التطبيقات عفوا جميع صور القرآن مثلا أختار صورة الفاتحة لاحظوا معي هنا عندي العيون الكوشي ورشع النافع حفظ عن عاصم محمود خليل الحصري هذا الاختيار أنتم المتحكمون فيه وسأريكم كيف ذلك لاحقا مثلا لنفرض أنني أريد أن أقرأ الفاتحة بصوت العيون الكوشي برواية ورش وأشاهد إن كنتم مبصرا الصفحات القرآنية صفحات كتاب الله أو الصفحة المجتملة على هذه الصورة لي أن أستمع ولي أن أحمل أحمل إذا كنت أريد أن أقرأ وأستمع الصورة المختارة خارج شبكة وتغطية شبكة الأنترنت أختار استماع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إذن أوقف تشغيل في الأسفل عبر زر إقاف تشغيل الموجود في الأسفل على اليمين وفي أقصى اليسار في الأسفل هناك زر إغلاق يعني كيف أغلق هذه الصفحة لأعود إلى الاختيار السابق التبويب الرابع بعد تبويبي أو بعد تبويبات البحث والتحفيظ والتلاوة عن تجويد هنا هذا التبويب في الحقيقة يدخلنا إلى خاصية رائعة التي هي أحكام التجويد حقيقة أن التطبيق لحد الآن يجتمل على هذه الأحكام انطلاقا من رواية حفص عن عاصم ولكن بإمكاننا أن نترسل مع مطور التطبيق ليضيف روايات أخرى نشوف مثلا مخارج الحروف وصفتها تعريف بالمخارج وعددها إلى غير ذلك لتجد نفسك أمام قواعد تجويد الرائعة أن هنا المزيد هو التبويب الخامس بالدخول إلى تبويب المزيد نجده ما يلي اقرأ القرآن الكريم اقرأ القرآن الكريم هذا إن كنت تريد القراءة فقط دعاء ختم القرآن أدعو VoiceOver يقوم بنطق العناصر إذن قبل أن أختم بالإعدادات أريد أن أدخل إلى المصاحف مثلا لاحظوا معي هنا في المصاحف هناك روايات مختلفة ورش عن نافع قالون عن نافع هذا يعني راويان عن قارئ واحد لهو ورش إلى غير ذلك من أنواع المصاحف أعود إلى إغلاق كما أقول دائما أعطيكم رؤوس أقلام لأختم بالإعدادات حتى لا أطيل عليكم حول التطبيق إعدادات إعدادات وهذا ما يزيد التطبيق روعة لاحظوا معي كيف أنكم أنتم الذين يعني تتحكمون في محتوى التطبيق تحميل صفحاتي برسم العثماني هل تريد تحميل الصفحات برسم العثماني هنا ما عليك إلا أن بطن يعني تضغط بطن أمام هذا العنوان بالنسبة للمبصرين يرون ما يضغطون عليه وبنسبة لمستعمل Voice Over أمام أو بجوار بالجانب الأيمن لكل العنوان هناك واحد لا كازا كوشي واحد الخانة يجب تحديدها أو عدم تحديدها تحميل صفحات برواية قالون عن نافع تحميل صفحات برواية قالون عن نافع تحميل صفحات برواية قالون عن نافع هذه غير مفعالة عرض صفحات بالرسم العثماني هذه مفعالة طبعا لكم الخيار أيضا عرض صفحات برواية قالون عن نافع استماع الآيات بصوت أحمد العجمي استمرار أداء تلاوة في الخلفية استمرار أداء تلاوة في الخلفية استمرار أداء تلاوة في الخلفية هذه لمن أرد أن يجمع بين القراءة والاستماع ولمن أرد الاكتفاء بالقراءة فله أن يعطل مثلا هذه الخاصية بهذا الشكل وهذا ما يزيد التطبيق روعة حيث أنه تطبيق للاستماع والإنصات إلى القرآن وفي نفس الوقت تطبيق لقراءة القرآن استخدام خط المصحف هذا استخدام خط مصحف استخدام خط المصحف الثاني استخدام خط المصحف الأول استخدام خط المصحف الثاني ولكم أن تجربوا بين الخطين اللي تختاروا أحبهما إلى نفسكم إذن الخلاصة هو أنكم باختياركم للعناصر المرادة في هذه الإعدادات لكم أن تتعاملوا مع التطبيق الغاية هو أن لا تضيعوا وقتكم وأكثر من ذلك وقبل هذا وذاك أن تتعبدوا الله بقراءة كتابه بيسر عبر أجهزاتكم بالشكل الذي يريحكم فالإعدادات هي وسيلتكم للوصول إلى هذا الشكل الباقي أن أختم بأنه يمكنكم تقاسم تطبيقك العادة عبر الفيسبوك والتويتر البريد الإلكتروني والواتساب إلى غير ذلك طبعا هذا الزر الأخير هو للاتصال أو التبليغ عن خطأ هذا لإبلاغ رغباتكم فيما يتعلق بتطوير التطبيق إذن كان هذا هو أغلب ما وددت مشاركتكم إياه حول هذا التطبيق الرائع إلى أن جمعني معكم جلسة مباركة أخرى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته